اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمقلق على قلب كل شخص سيء نقلا عن احد قضاة الضمير الحي وقالت ثلاثة ملفات توجب على مجلس القضاء الاعلى الاجتماع اليوم وليس غدا وان يمارس دوره في حفظ القضاء والقضاة الملف الاول يتعلق بالتقاتل الجاري بين قضاة نيابة العامة ووجوب النظر سريعا برفع يد النائب العام التمييزي بالتكليف عن ملف القاضي غاد عون وتكليف قاضي اخر بصورة مؤقتة واضافت القاضي عون سكوتهم مشبوه جدا امام ما يتعرض له قاضي النازيه يمارس عمله لاحقاق الحق ولوقف هذه المجزرة التي يتعرض لها قسم من اللبنانيين نتيجة سرقة اموالهم من بعض النافذين وامام الانقضاض على هذا القاضي بصورة مجنونة لصحقه لا لسبب الا لانه قرر كشف الحقيقة انصحكم وهذا اشرف لكم باقفال هذا النادي اذ لا يعقل ان يتولى القاضي الذي كتب ووقع القرار بطرد القاضي يعون من الوظيفة اتخاذ تدابير وعقوبات اخرى في حقها وان يستكمل الاقراط عليها مع تكرار محبتنا للقاضي المذكور وكان مكتب رئيس حكومة تصريف العمل ناجيب ميقاتي قد رد على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عنه الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقييد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار واشار المكتب لان ميقاتي هو المخول دستوريا وقانونيا اصدار التعميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة وهو بحكم هذه الصلاحية تلقى مراسلة خطية من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقه الاداري غير المتعلق بالاشارات القضائية وهذا اجراء اداري بحث ولا لبس فيه كما قال الباحث والخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي كشف عبر الو تي في عن معلومات عن محاولة الغرب الضغط باتجاه اقراض النازحين السوريين في لبنان من دون فوائد صار في تواصل من قبل سفراء لدول اوروبية ومن قبل المفاوضية الاوروبية ايضا ممثلين عنا مع المصارف مع المصر في المركزي لحتى يصور في قرار اعطاء السوريين قروب مدعومة ليفتحوا مشاريع يكملوا ويعيشوا بالبلد ياخدوا قرار بفايدة قليلة لحتى يفتحوا مصلحة ويستوطنوا بلدنا كان في مخطط واضح ان اليوم في مبلغ عنكم احتياطات كتير في مصاري كتير بالمصارف جاء خص جزء مننا واعطوا قرار للسوريين ليفتحوا مشاريع هذا بقية عوام تقريبا 2017-2018 حاكم مصر في دنان وقتها رفض والمصارف ايضا رفضت وشفنا احنا الضغط الاوروبي كيف فلش على ملب من وقتها وانا برأيي القرار فيه قرار خارجي كان باخد لبنان للهوية بعرف انه فيه عوام داخلية وبعرف انه فيه فساد داخلية وما حدا بشكك ابدا بعد الموضوع بس كمان في حدك انا عم بسرع الانهيار لهدف واحد منخرب البلد ونوطن السوريين فيه بسرعة علينا اسهل ان نوطن السوريين ببلد خربان واللي صار صار فيه ضغط وصار فيه رفض لما صار فيه رفض صار فيه كمان اي حدا بيرفض بيتهدف بالعقوبات وبسرعة هجم وشفنا كيف صار في تقارب اوروبي مع فرقاء سياسيين لبنانيين فرقاء سياسيين لبنانيين من حيث يعلمون او لا يعلمون يمكن ما كانوش عارفين النية تعاونية موظفي الدولة تعيد التغطية الصحية الى 90% فكيف كان ما صار تعافيها التفاصيل في تقرير حسين الشحادي رغم الفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان وهروب الحكومة من تصحيح جدي وفعال لرواتب موظفي القطاع العام برزت تعاونية موظفي الدولة عبر صندوق خدماتها كواحدة من المؤسسات التي تعمل لخدمة المستفيدين منها بكل جدية وشفافية عبر رفع نسبة التقديمات عما وصلت اليه عقبال انهيار المالي الذي اصابت دولة تعاونية بتقدم ثلاث انواع من التقديمات الاستشفاء والمساعدات المرضية يعني زي ثمن الأدوية والمساعدات الاجتماعية النجاز الكبير للعمل سنة الماضية بأذار نيسان 2023 قدرنا نحصل على سلة فعملت دراسة وكافية ودقيقة ومفصلة وقدمت لرئيس الحكومة ووزير المالية وما تطول الوضع كثير تأخذنا سلفي شهرية وابتداء من أول حزيران 2023 رفعنا التعريفات 50 ضعف وبهذا الشكل اقتربنا كثير من قيمة الدولار الفعلي والحقناها بأول حزيران كمالة 2023 بأعطاء سلف للمستشفيات وبأول الـ 24 صلنا عم نعطي فراش تقريباً رجعنا مثل ما كنا وأحسن الآن مش من زمان كثير رجعنا عملنا دراسة وتبين لنا أنه من خلال إمكانياتنا والتدقيق الحاصل والرقابة الصارمة أنه منقدر نرجع لي مش بس 90% استشفى 90% مع سقف اللي كان معمول اللي هو موجود بنظامنا 500 ألف لمريض الدرجة الثانية ومليون لمريض الدرجة الأولى موازنة صندوق التعاونية تأتي من مصدرين الأول عبر اقتطاع 3% من أساس رواتب الموظفين والثاني عبر مساهمة الدولة رسالة وجهها خميس إلى المستشفيات والأطباء بعدم الخروج عن مبدأ الإنسانية في مهنتهم بحب وجه رسالة للمستشفيات بالدرجة الأولى والأطباء وأنا إنسان صريح جداً يعني وبحكي عطول فوق الطاولة اللي عمل لي لكم إياي أصحاب المستشفيات ومدراء المستشفيات والأطباء بعتقد كان كثير كبير وهذا بإعترافهم فبتمنى أنه تلتزموا بالثقوف المالية اللي يحطينا المليون والخمسمائة أغرف بارقة أمل تلوح في الأفق من بوابة تعاونية موظفي الدولة وتؤكد أنه في حال وجود نية وإرادة للنهوض في البلد سننهض حتماً أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبا محمد رعد أن العدو يدور حول نفسه في مأزق الفشل الذي لا يستطيع أن يغادره ولن يستطيع حتى لو طال الوقت ما طال وهو لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافها التي طرحها ولفت إلى أن العدو يمارس الحرب من أجل الحرب وهي في العنوان السياسي والحضاري حرب الوحوش التي فضحت كل الأقنعة الزائفة التي كان يغطي بها الكيان الصهيوني وجهه وسلوكه ليس أمامنا بل أمام المخدعين به في الغرب الذين صدموا بصورة التوحش التي هو عليها كلام رعد جاء خلال الحفل التأبني الذي أقامه حزب الله في بلدة الغازية لعنصره محمد شو إشئير حيث أكد أنه يجب على المستوى الوطني والأخلاقي والإنساني أن نكون أقوية في بلدنا وهذه القوة يجب أن نوظفها لحماية كل البلد وكل الأطياف الشعب ورأى أنه كان هناك من يلومنا لأننا أقوية ونواصل بناء القوة ونستدرك المخاطر قبل أن تحل وتداهمنا نقول لا شأن لنا بهم الآن نحن علينا أن نواجه العدو الصهيوني الذي يمثل الخطر الفعلي الداهم وأوضح أن النصر العزيز والكبير قاب قوسين أو أدنى وفي هذا النصر يتمثل في أننا أفشلنا مخططات العدو وأحبطناه جمع البابا فرانسيس السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي في حدائق الفاتيكا يوم الجمعة للصلاة من أجل إنهاء الحرب في غزة في الذكرى العاشرة للقاء مماثل مع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي مع نداء جديد من أجل السلام وقال البابا فرانسيس للحشد الصغير الذي ضم نحو 20 من الكرادلة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي أوصل لكل يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيرا وكان من بين هؤلاء السفير الإسرائيلي والسفير الفلسطيني بالإضافة إلى ممثلين عن جاليات اليهودية والمسلمة في إيطاليا فاصل قصير ونتابع بعده النشرة أهلا بكم من جديد إنجاز استكشافي ضخم لأكبر مغارة في لبنان والمنطقة يتمثل بهوة الطين عزار أعلنت عنه الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت هذه المغارة التي تمتد على مساحة 11867 متر هي الأكبر في لبنان ودول المشرق وهذه المساحة الإجمالية لم يتم التوصل لها إلا بعد 27 عاما من الاستكشاف كما شرحت الجمعية المؤتمر الصحفي تخلى له عرض لفيلم وثائقي عن المغارة كما تحدث المستغورون عن الصعوبات والعوائق التي واجهتهم خلال العملية الاستكشافية والظروف الصعبة التي مروا بها خصوصا لجهة البقاء لأيام متتالية على عمق مئة الأمطار علما أن فريقا من الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور كان يعمل على تسهيل مهماتهم عبر تأمين مستلزمات العمل الطويل يذكر أن كل تفاصيل الرحلة الاستكشافية هذه وثقت أيضا بإصدار خاص لمجلة وهبو الأعضاء أثار جدلا في لبنان فما هي المشكلة الأساسية في ظل موت أكثر من خمسمائة مريض بسبب نقص الأعضاء المتاحة تقرير حسين شحادي الموت مصير كل كائن حي مصير كل فرد منه لكن التطور العلمي والطبي جعل الموت يتحول أملا ومحبة لدى العديد من المرضى من خلال هبة حياة من إنسان آخر فقد الحياة وذهب جسمه إلى الفناء حوالي ألف وخمسمائة لبناني حياتهم معلقة بسبب وهب الأعضاء وأكثر من خمسمائة مريض يفقدون حياتهم بسبب نقص الأعضاء المتاح هذا الموضوع أثار جدلا في لبنان فما هو موقف اللبنانيين من وهب الأعضاء وهب الأعضاء أكيد مع 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 مية بالمية لا غيري ما بدي يستفيد لا أكيد معه بينقذ حياة إنسان تاني أكيد لا أنا مع دا ما عندي مانا لا شيء إنساني ضد هك كيف تتم عمليتها بالأعضاء الواهب والموغوب بدي يتقربوا بطلب للجنة واهب الأعضاء بالحزمية بس يتقدم الطلب ويندرس بيرجع بين معه عن نائبة الأطباء كمان يندرس بلجنة معينة من أطباء وقضاء ومندومين عن وزارة الصحة بيرجع الملف بين معه على وزارة الصحة لأنضاء معالي الوزير قبل ممنوع الواهب إلا ما يكون من الأفراد العائلة هلأ صار فينا ناخذ الواهب بيكون برات العائلة بس كون كل شيء متطابق وما يكون فيها تجارة نتأكد كمان أنه ما يكون فيه قابض مصاري ولا تجارة مشكلة أساسية تكم في واهب الأعضاء واهب الأعضاء في لبنان المشكلة الأساسية نحن عنا بالضنار بالواهب ما عنا واهبين كفية مشان هيك أوقت العمليات واهب الأعضاء عم يكون برات الأراضي اللبنانية برها بأوروبا عم تنعمل لأنه في لبنان في كتير لبنانية بأيدوا هالشغلة بس لسوق الحظ ما فيه عدد واهبين كفية كان من الكلا كان من القلب كان من الكبد فيه من العيون العيون أكتر شيء اللي عم نقدر نعملها بس بالكلا والكبد والقلب ما عملي عم بيضطروا المريض اللبناني يسافر لبرة وبالقانون اللبناني التشريع ممنوع من عم باتن التجارة بالأعضاء ولا قبض أي سمن لك أي تبرع بأي عضو القضاء اللبناني والأنون اللبناني بعائب على هذه الأمور وهب الأعضاء هي عملية لإدخال الفرح إلى قلوب من فقدوا الأمل بالحياة عندها يصبح للموت معنا فبادر وكن واهبا لأعضائك حسين شحادي أو تي في وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا شكرا لحسن المتابعة للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل إلى اللقاء